الفناني غدير عاصي راحت على شركة إنتاج لحتى تصفي باقي حسابه مين شافت هني؟ صديقنا ردوان طبعا ردوان رايح لعندن لأنه هو وقايل لهم ووعدينه أنه بعد شي سنة أو سنتين بدن يعملوا عمل يا أما بدن يخلصوا منه هيك قالوا له رايحة الشركة لحتى ياخد أجر العوان جو رأيكون هلا المحاسب ما معه يعطي إلا يا أما ردوان يا أما الفناني غدير شوف أسير مين بيأخد الأجر يا ترى خلنا نشوف هاي يجي القدير صارت برا هاي خلصي مالا في الكاميرا لا أقول المالك الكاميرا خافين هاي خافين هاي خافين هاي خافين هاي خمس جاسين هاي مرحبا أهلا أهلا شكرا 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 كيفك؟ حسنا خافين حسنا أخباري تمام الحمد الله أخباري مالية غدير كيف ساحتك؟ حمد الله ماشرحان شوف خلصت تسفير ما؟ أهلا شكراً لكم كان قبض السلفة السلفة كيف أنت بقى لك أستاذ؟ أنا بقى لي خمسين أنا مبارح خلصت مقالب كلها مبارح حتى كان عندي آخر فنان مبارح خلصت فقال لي شو اسمه نضار روح في بقية خمسين خلصت مئة وخمسين أولا مين اللي أنبضك يا روح؟ أنا أولا مهرب حتى أنت رس هلأ بي خمسين أولا هلأ أنا بصراحة مش هلما أنزوب عليكم صحيح عفواً كل اللي معي أنا والله يضع خمسين ألف يعني أبضت كلها عالمنا اليوم مهلكت يعني وجول عندي المسلم في روح ورد لا يعني كل اللي معك خمسين أولا يعني أنا أبضل معي خمسين أنت أنسي غدير قديش للا لك معنا؟ أنا لسه سلفة ما أخدت لسه ما أبضت شيء يا عليك غدير عاصي إيوه ما أبضت الشيء أبدا؟ لا لا عفواً ما أبضت معي؟ لا ما أبضت شيء هلأ ضل معي أنا خمسين ألف شو جايك عم بيش حتى لا يعني مثلا؟ لا أبضل معي خمسين ألف والأستاذ دلاله خمسين ألف هو إجاب أنا بالنسبة إذا بدل أستاذة وغية مضطرة أنا ما عندي مشكلة بأخد أن الخمسين ألف اليوم هي تيجي بعض يومين تقبضوها أو شو يا سلامة لا أولو أنا مستعجلة وهي مو مشكلتي إذا أنت ضل معك بس خمسين ألف عندك تقبضني وبدي أمشي على رأسي بس الأستاذ إجاب لك مو مشكلتي هاي كيف مو مشكلتي؟ الأستاذ مو مشكلته كمان الأستاذ أول أنا لسا ما أولت أنا صرت قابل أربع مرات بس أنا جد مقطع عندي اليوم دفع وأنا مضطرة أكتر منا مضطرة أكتر مني ما بعرف ما بعرفها أستاذ إي بدك أنت بعطيها الخمسين ألف هلا وأنت من أجلك إذا بدك أنت بعطيها الخمسين ألف إذا بدك أنت عطيها الخمسين ألف مو مشي حالة ألفين ثلاثة وأنا باخد هدوك وهي تجي بعض يومين تقبضوا شو هيتمشي حالة ألفين ثلاثة؟ ردنا على جوتك أه تقولي بالك والله ما في دعي للغلط ما في دعي للغلط خوض وعطي شبك عم نحكي شو ألفين ثلاثة؟ يعني من خمسين ألف تنازل عن ألفين ثلاثة كرمالك أنا تعرف أنا مامي ما بهمني أي قصص كلها طبعا بعرف ومعروف عنك هالشي شو أصب كاني معروف عنك كل هالشي؟ أعطي ألا خمسة ألاف خمسة ألاف على فكرة أنت زودت كتير يا أنسي غدير والله الأستاذ كريم كتير يعني زادوا من خمسمين إلى خمسة ألاف لك أنا عم بيجي يا قبض حق شغلي حق تعبي أنا ما عم بشحتك وبشحتهم لا شغلي هاي هاي مو شغلتي شغلت مي؟ شغلتوا لهنة مو شغلتي أنا أخي عاطيني هالخمسين دا وقع له هلا ليكي معي هالخمسين ألف مو ضل غيره هاي بصراحة مو ضل غير هالخمسين ألف هاي بصراحة وانتي يومين تاعتين معك تايفون والله مو مشكلة كل مرة بدي روح أخذ تاكسي حط ألفين ليرة ورد أرجع وحط تاكسي ألفين ليرة ورد أرجع هاي بصراحة هاي بصراحة لسه في عنا عمال جاي هل بأ انتي قديش بدي قديش بإيليك؟ ما أخذتي قديش انتي عقدتك مية هاي بصراحة خمسين ألف هاي بصراحة خمسين سلفين مية بجي بأخذ أو بتعفتني هلأ المبلغ كامل هاي مو مشكلتي والإستاذ شو؟ مو مشكلتي قلت الله مشكلت مين لكا؟ مشكلت مين لكا؟ مشكلتكم انتو؟ أخي مرحبا أهلا أستاذ أنا مستغني عن ستة الاف ريارة لا كريم يا أستاذ كريم صور عملا بكرنا اسمعتين عن ستة الاف ريارة استغنط ستة الاف عم بعطيك ستة الاف من خمسين ألف هاي صحالي عم بشخط مو عمتش حدي طيب أنا أخي عفيني الخمسين أنا لو وقع لها كريم يا أستاذ والله كريم أستاذ بس وقع لهم هم عشبات إزنا كبيرنا هاي مشانشين بشان بس هون عندي اسمع كيرو هون يوكي بي اسمع سلاسة ما شاء الله كلها التوقيت هاي طيب صدر أستاذ الله يسلم مرحبا مرحبا يا شباب مرحبا يا شباب أهلا أستاذ عبد كيف حالي أستاذ عبد لا ما عم يقبضوني آجا أنا عم بشحطهم قال مام في غير خمسين ألف دنقوية هل الإستاذ أستاذ أنا بغت مرسلين يوم جان كينا مرسلين إجا الأستاذ ردوان قال أنتم مرسلينو ضلوا خمسين ألف سم عبدينو تعرف سك يعني أستاذ ردوان سيقة أستاذ ردوان ممنا بعمل إلا أصلا أنا لسا ما وقعد أنا أخذها منك إلا شو ما وقعد وبعد ومين بيجي يا ساعة عفوة إلا أنت ملك ممثل معنا بالعمل لا مانو بالعمل هلأ أصلك ساعة عم تأخذ وطعطي معي آخر شي كل ياسمانك في العمل برجع لكم برجع لكم صل يعني بقعد صللك ساعة تعليلي علم ياخش أنت ملك في العمل كله أنا مري بالعمل لا لكن ليش عبدالله أعطيني الخمسين عائف عازم مرتي بدي أطلع شو دخلي أنا بمتاب طولي بالك يا ساعة هيا بدي عيك هلأ علي إنته التانية طولي بالك يا حرام لأنه هلأ فيس اشعر تعليتي طيال لا لا شاين إنته في عم لأ شاين إنته في فغف شاين عند ولاده اللغني هكتش شو دخلي بولاده أنا مابسس دي شو دخلي كلها آه عطيني أجري بدي أمشي خلص خلص طولي بالك طولي بالك وإنته لا تبتخل بس ألك بس ألك كاميرا كفية رويك طولي بالك بختيار كاميرا كاميرا كفية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 من ورطة لحفلة انتوا معنا بمقالب فرصة سعيدة كل يوم معنا بجديد بنجم ونجمة جديدة